السلام عليكم أهلا بكم معينا في فيديو جديد اليوم سأقوم بيزة الإيطالية بالعجينة الأصلية تطلع طرية و قطنية و هشة و طعمها في منتجه الجمال نبدأ على طول أول حاجة لتحضر العجينة معلقة كبيرة من الخميرة و معلقة كبيرة من السكر وضع معلقتين كبار من حليب البودرة إضافة الحليب البودرة ممكن تستغني عنه أضيف أربع كبات من الدين و ممكن تضعف المقدار أو تعملي نصه لو حبه بس في الحالة دي تضعف كل المكونات مش الديق بس آخر حاجة في المكونات الجفة أقل من نص معلقة صغيرة من الملح أقل بكل المكونات الجفة مع بعض كويس وبعدين هبدأ أضيف المياه بتاعتي أضيف حوالي كباية و نص من المياه أضيفها بالتدريج و طبعا كمية المياه بتتحدد على حسب نوع الدين في دقيب يشرم السويل و في دقيب ما بيشرمش فأنا هضيف كباية في الأول وبعد نص اللي باقي هضيفه بالتدريج واحدة واحدة لحد ما تأكد أن العجينة لمت معيه وبقت كويس أو طريق بعد ما لميت العجينة في الطبق سنزل على سطح العمل وأبدأ أعجم فيها كويس جدا جدا مدة 10 دقائق على الأقل و هذا يساعد أن البيتزا تكون طريق وتكون العجينة قطنية و جميلة جدا دلوقتي سنضيف 4 كباية من زيت الزتون ممكن تستردلي بأي زيت نباتي عادي سنضيفهم في المرحلة ديت على العجينة وأبدأ ألم العجينة عليهم بهذا الشكل دوت و عجينهم تاني كويس جدا خطوة إضافة الزيت بتدي العجينة ملمس كويس جدا و طريق و نعم وكمل العجنة تاني طبعا انت لو عندك عجان هيسهل عليك الموضوع دوت طب لو ما فيش عجان هنبدأ نعمل الحركة ديت نرفع العجينة الفوق ونخبطها على الرخامة كذا مررة هتديك الحركة ديت هتديك قوام ممتاز جدا للعجينة و مش هتحسي أبدا ان هي معجونة على الإيد جربيها و ادعيي ليه كده وصلنا للقوام المثال للعجينة عجينة ملساء نعمة جدا ما بتلزقش في الإيد هتكون مدهونة بالزيت بسيط و قدهنها كمان من على الوش بالزيت و أغطيها و أسيبها لحد ما تخمر طبعا مدة التخميل بتختلف على حسب حرارة الجو يعني في الصيف ممكن تاخد ما بين نص ساعة لساعة الارب و في الشتاء ممكن توصل لساعة ساعة و نص دلوقتي بقى هجهز السلسة بتاعتي هحتاج أربع حبات من الطماطم بصلة صغيرة و ثلاث فصوص من التوم جربي سلسة البيتزا بالطريقة ديت هتعجبك جدا أول حاجة هشيل الجزء اللي أخضر اللي بيبقى فوق في قلب الطماطم و هقسمها نصين علشان نيسهل علي ان انا شيل القشرة بتاعتها بعد كده أو ممكن لو حبت صفيها تصفيها بس بما اننا حطين بصل و توم فالأفضل ان احنا نشيل القشرة و ما نصفهوش هحطها على النار المتوسطة و سيبها متغطية حوالي 20 ديئة وبعد العشرين ديئة هشيل الغطة و ابدأ اسحب القشرة بتاع الطماطم هيتشال معيك بكل سهولة بعد ما اتأكدت ان انا شلت قشرة الطماطم كلها هبدأ اضرب الخليط كله بالهند بلندر او استنى لما تهدى شوية واضربها بالخلط هولع بقى النار عليها تاني وابدأ اضيف المنكهات بتاعتي معلقة كبيرة من الصلصة معلقتين من الكاتشاب و اضيف التوابل نص معلقة صغيرة من الفلفل السود و معلقة صغيرة من الزعتر و اضافت الزعتر هنا بيد ريحة تحفة جدا للصلصة بتاع البيتزا و اضيف معلقتين من زيت الزاتون و ممكن تستبدليه باي زيت نباتي عادي و اخر حاجة هحطها هي الملح و سيب الصلصة بتاعتي تبرج دلوقتي بقى حضر الحشوة اللي هحش بها البيتزا انا هحش بحشوة من الدجاج بطريقة سهلة جدا عندي هنا صدور دجاج مقطعة نزلتها في مقلاية المقلاية ديت كنت تحطي عليها معلقتين زيت و مسخناها كويس جدا هسيبها دقيقة تاخد صدمة على النار و بعد كده قلبها لحد ما لونه يتغير و اضيف عليها بصلة متوسطة مفرومة او تضيف البصلة جوليان زي ما تحبي و اضيف البهارات و اضيف البهارات مشكلة و بابركة و كالي و ملح هقلب التوابل مع الفراخ كويس و سيبها على نار هادية لمدة خمس دقائق و هتكون استويت و بقت جاهزة تماما معي و زي ما عملت مع السلصة هسيبها تبرج تماما قبل ما احطها على وش البيتزا لان لو استخدمت اي حاجة سخنة على وش البيتزا هتعجم معي و مش تستوي كويس العجينة بتاعتي اختمرت كويس هفرغ منها الهواء و قسمها لثلاث قطع ثلاث قطع سيدي من أجل 3 قطع و وصفها على الكور و اضيفهم على صواني الكمية كانت سيدي ثلاث صوانية كبيرة أو أحد صغيرة أو أحد مطوسطة انت ممكن تستخدم صانيتين اثنين كبار نبدأ سأضيف الكمية و عجينة بشكل صوانية و تؤكد ان هي متساوية من جميع الاطراف بعد ذلك هسيب هالشوكة فى الحقوب بالشكل دول. واحط بقى عليها الحشوة. اول حاجة احط الصلصة. بعدين رشة كده من الجبنة الموزاريلا. وبعدين احط قطع الفراخ بتاعتي. وزاتون شرايح بقى او لو حابة تحطي فلفل الوان او فلفل اخضر. اللي رياحك في حشوة البيتزا حطيه. اللي بيعجبك وبيعجب ولادك استخدمي. واخر حاجة بقى عندي رشة جريئة كده من الجبنة الموزاريلا تديها مطة جميلة. ومهم جدا نوع الجبنة اللي نستخدمها يكون نوع في نسبة الدهن ما تقلش عن 45% عشان تديك مطة حلوة. وهي دي النقطة الوحيدة اللي بتفرق في مطة الجبنة بغض النظر عن نوعها. هدخلها دلوقتي الفرن على درجة حرارة 220 في الرف الوسطاني لحد ما تحمره من تحت وهتلاقي الجبنة ساحة وبقيت جميلة جدا. وقادي احلى بيت زرشاهية بعد ما طلعت من الفرن. تعالوا بقى نقطعها ونشوفها من جوه شكلها عامل ازاي. العجينة طريقة جدا. وهاشة وقطنية. بالرغم ان هي مفاش زبادي مفاش لبن. وحتى لو محطتيش معلقتين اللبن البودرة هتطلع معاكي تحفة. الجبنة مططية وجميلة. والبيتزا بصراحة مفيش زيها. اتمنى تجربوها بطريقتي وان شاء الله هتعجبكم. زي ما قلت لكم بالنسبة لمطة الجبنة اهم حاجة نوع الجبنة نسبة الدسم اللي فيها ما تقلش عن 45% ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم. اشتركوا في القناة